مساء الخير شمس الضاحية لم تغرب بقرار استثنائي من أهلها نورها في الليل يسابق النهار بحثا عن أمل مفقود وضحايا غيبهم عصف التفجير ولم يعود لا أحياء ولا جثفا الخراب يسكن المباني وصورة تموز 2006 تحضر على جدران متدلية وسواد يرتفع إلى الأعالي وفي قلوب الناس خشية من بدء زمن التفجيرات الذي يحمل بصمة للمرة الأولى غير إسرائيلية هو البرود الكافر الذي ضرب الضاحية لكنه لم يصب عزيمتها شض الجسد ولم يطاول روح الناس الحاملة اليوم رايتين واحدة تشيع من راحه وثانية ترتفع في عيت الشعب مع سيد هذا الشعب في يوم النصر على إسرائيل ومن هناك من عيت الرمز البلدة الواقعة على الشريط الحدودي المطل على فلسطين المحتلة هواها هوى فلسطين ونسيمها نسيم فلسطين ومن حيث احتشاد ناسها فإنهم يشتمون عبق فلسطين وهم على مرمى حجر منها وبموجب جغرافية المكان فإن الأمين العام لحزب الله أعلن أمام جمهور عيت أن زمن السياحة العسكرية الإسرائيلية قد ول بلا رجعة منتقلا بالزمن والجغرافية إلى ضحية بيروت واستهدافاتها وضرب جمهور المقاومة فيها وقال إن ما جرى بالأمس كان استهدافا للناس لا لقيادات حزب الله ولا لمؤسساته والتفجيرات أرادت الحق أكبر أذى بالمدنيين كاشفا أن زينة التفجيرات في متفجرة أرويس فاقت 100 كيلو جرام واستند نصر الله إلى بيان وزير الدفاع فايز غسن الجريء والذي سمى المتفجرات بأسماء وضعيها والصواريخ بمطلقيها والعبوات بمصنعيها وهم مجموعات تكفيرية لبنانية سورية وفلسطينية وبعدما استعرض نصر الله مجموعة ما نفذته هذه الجماعات من أعمال إرهابية في الضاحية والبقاع قال إننا كحزب لم نقم بأي رد فعل وعملنا على ثلاث فرضيات قبل أن يصل إلى الفرضية الأقوى وهي الجهات التكفيرية التي تعمل لدى جماعات محددة ومعروفة والمخترقة من الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية وقال للمسؤولين اللبنانيين إنه إذا استمرت هذه التفجيرات فلبنان على حفة الهاوية والذي يدمر المنطقة الآن قد اتخذ قراره بتدمير البلد وهذه البدايات مقترحا العمل لكشف هذه الجماعات ومحاصرتها وتفكيكها وعدم تغطيتها سياسيا وأمنيا أو تبرئتها وقال لسنا بديلا من الدولة لكن إذا لم تتحمل مسؤوليتها فإننا سوف نتحمل المسؤولية وتوجه نصر الله إلى أولئك الحمقة الذين لم يقرأوا تجربتنا مع إسرائيل قائلا إن ردنا على أي تفجير هو مضاعفة قتالنا في سوريا وإذا احتاجت المعركة أن أذهب أنا إلى سوريا فسوف أذهب